كانت القمة المنتظرة مباراة منشستر يونيتد مع منشستر سيتي أو في ملعب الاتحاد في مباراة الفريق الأزرق ضد الفريق الأحمر فريق منشستر سيتي بفرمة ممتازة بنجوم عالميين بفريق بيقوده مدرب أسطورة داهية على مدار سنوات طويلة جدا كل مباراة ممكن يفاجأك بأسلوب لعب الكل فيه منتظم ضمن ماكينة زرقاء تحطم أي منافس في مواجهة فريق نتائجه متحسنة والسيستم بدأ يظهر فيه ولكن بيصطدم بعقبة منشستر سيتي لهيئة أنها كانت تسعين دقيقة من الجمال والمتعة على مستوى أي حد بيتفرج وإن كانت بالنسبة لمشجعي منشستر يونيتد بكل تأكيد كانت تسعين دقيقة تعيسة جدا عانى فيها اللاعبون من ضغط ممتاز من لعبة منشستر سيتي من كل جنبات الملعب ومن رغبة دائمة وشراها تهديفية غزيرة أنهاها بهاتريكين في مباراة واحدة فودن هاتريك وإيرلين هالند هاتريك آخر علشان يكسبوا بنتيجة ستة ويسيبوا بقى منشستر يونيتد يسجل كده جولين للمتعة في الوقت اللي منشستر سيتي كان فيه بدأ يعمل تغييرات كأنها مباراة دية خرج كل اللاعبة التقال ونزل اللاعبة بيغير مراكزهم بيجربهم وكأنها ليست قمة وكأنه ليس ديربي وكل ده أكيد تحت أعين فريق منشستر سيتي وبيب جورديولا المدير الفني الأسطوي الأسطوري اللي ما زال بيزاحم أرسنل على قمة الدوري الإنجليزي النهاردة المباراة بدأت الساعة 3 ومن بدايتها والحد النهاية ضغط أزرق لفريق منشستر سيتي وكانت الفرص بدايتها بيطلع مكتوميني فرصة خطيرة من على خط المرمى ديفيد ديخيا بيطلع لكن اللي هي كانت البداية واضحة مؤشرات كانت واضحة من أول 30 ثانية من المباراة طلت المباراة ماشية بكل أشكال المتعة وبكل الفرص الخطيرة كرة عرضية تلاقي عرضية عالية تلاقي عرضية أرضية تلاقي ركنيات تلاقي تمريرات بيناية تلاقي تمريرات مقوصة أكيد عارفين من اللي بيعملها كيفين دي بروينا بل حتى إيرلينج هالند مش بس اكتفى بتسجيل هاتريك بل كمان صنع زيه زي كيفين دي بروينا هدف لزميله الآخر في الفدن وتخيل منشستر سيتي إيه أبرز مشاكله في الحياة أبرز مشاكله في الحياة اللي ظهرت النهاردة هو إنه مين اللي هياخد الكورة بتاعت الهاتريك احنا اتنين جايبين هاتريك ومن حق واحد بس إنه ياخد الكورة بتاعت الهاتريك هو ماشي فأنا اللي أخدها إيرلينج هالند أنا انتقمت لوالدي ألف هالند من سنوات في التسعينات فأنا اللي عايز أخد ما صدقتي يعني بلعب قدام منشستر يونيتد أي نعم زي وزيباء الفرق بالنسبة لي كماكينة أهدف فأنا اللي عايز الكورة لكن في الفدن مش كل مباراة يعرف يجيب هاتريك ده إيرلينج هالند في 8 ماتشات من بداية الموسم جايب 3 هاتريك في 8 ماتشات عجبتني طبعا المقارنة اللي اتعاملت ما بينه ما بين كريستيانو رونالدو اللي بيلعب من سنة 2005 مع يونيتد بل قبل كده عفوا من وهو يعني بيلعب كل عدد المباراة اللي بيزيد عن 230 مباراة سجل 3 هاتريك في 8 ماتشات جاي إيرلينج هالند وسجلهم المباراة كانت تحت أعين كريستيانو رونالدو على مدار المباراة والحقيقة أنه يعني بغض النظر عن هل بالفعل إيريك تنهاج كان قاصدا لما قاله ولا لأ لكن هو ده وضع معبر تماما عن اللي حصل النهاردة تنهاج تسأل ليه ما لعبتش كريستيانو رونالدو ليه قعدتوا على مقاعد البودلاء 90 ديه رغم حاجتك الفنية يعني أنت محتاج أي خبرة في الملعب تحاول تمسك لك الفرقة شوية قالوهم ما أشركتوش بنشطين احتراما لتاريخه والله سوا بقى كان بيقولها علشان يبعد عنه المشاق الدوشة بتاعت ليه ما بتلعبش كريستيانو رونالدو أو بيقولها علشان ده الواقع فده أكتر عنوان معبر عن الوضع اللي كان فيه منشستر يونيتد النهاردة أو بالأحرى اللي وضع فيه منشستر سيتي فريق منشستر يونيتد النهاردة إنه بالنسبة لك تبقى اشراك كريستيانو رونالدو في فضيحة زي دي عدم احترام لتاريخه اشتركوا في القناة